ان شاء الله يا جماعة انا يعني عايز كان فيه شوية حاجات انا كنت مثلا بعضيها وانا كنت بشرح في الاول عشان كان فيه حاجات يعني اتشرحت في السيكشن ممكن احيانا ما بكونش فاهم مثلا نقطة كويس قوي فبستنى على ما افهمها يعني وايه وبعدين اشرحها ايه النقطة اللي انا عايز دلوقتي اتكلم عنها كانت في اخر المحاضر رقم واحد احنا كنا بنتكلم على ال IAS Instruction Set تماعيه ال IAS architecture عموما المموري فورمات بتالي Instruction بيبقي قلقاتي تمانية بت للOP code يعني ايه تمانية بت للOP code يعني تمانية بت للOP code يعني ايه الOP code يعني تقدر تقول العملية اللي هتم هل هي لود مثلا هل هي استور بتقول ان فيه operation بتحصل تمام بتقول ان في ايه operation بتقول ان فيها عملية بتحصل تمام عملية دي بقى ممكن تكون ستور ممكن تكون مثلا لود ممكن تكون اي حاجة من اي عملية انت عايزة وبالتالي هو بيقولك ان طريقة الاس الانستركشن بتبقى عاملك الاتي اول حاجة تمانية بت للأوب كود بعدين اتناشر بت للأدرس اللي هيبقى في المحتوى للحاجة اللي هيتم عليها العملية دي يعني لما اقولك مثلا تعالى كده هنا لما اقولك مثلا لود مثلا زيرو اف اي يعني ايه يعني انا بقول اللود دهوت يعني هي دي العملية اللي هتتعمل ماشي وزيرو اف اي دهوت ده المكان اللي هو اللي هيتم عليه العملية تمام يبقى المكان اللي في الزاكرة اللي هيتم عليه العملية وبالتالي تاني لبقى الانستركشن في الاس عاملة ازاي مكونة من حاجتين Left Instruction و Right Instruction Left Instruction عبارة عن 20 بيت فيه منهم ايه الأوب كود اللي هو التمانية بيت اللي هو الـ Action والأدرس اللي هي الحاجة اللي بيتعمل عليها الايه الـ Action تمام ده Left Instruction Right Instruction نفس الكلام برضو الأوب كود 8 بيت والأدرس 12 ايه 12 بيت تمام يبقى مفهوم الحيطة دي اللي هو الـ Instruction اللي موجودة اللي بيتم فيه الـ IAS Instruction سوري الـ IAS Architecture بتبقى عبارة عن 40 بيت تمام 40 بيت وبتقسم نصين 20 Left Instruction و 20 Right Instruction الـ 20 Left Instruction مكونة من حاجتين الأوب كود 8 بيت اللي هي العملية والأدرس الحاجة اللي بيتم عليها العملية والـ Right Instruction نفس الكلام بس اللي هو العملية التانية وبالتالي لما أنا اجي أجي أجيب لك هنا مثلا لما أنا اجي أجي أجيب لك هنا يعني أنا دلوقتي الـ IAS عايز ينفذ Instruction تمام Instruction الـ Contempt بتاعتها أهي طب حدا يقول طبيقات ما تيجي كده نتأكد إن هي فعلا 40 بيت ولا لأ خلينا نشوف واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة قال لا إياد إنت بتشتغلني مش أنت قلتلي إن الـ Instruction المفوض تبقى 40 بيت ما هقولك حاجة خلي بالك ده مش بايناري ده مش إيه ده مش بايناري ومال ده إيه ده بالهكسة يعني الواحد من هنا هتطلع لأربعة حد تفكر طريقة لفك الهكسة بتبقى عاملة إزاي بتفكر رقم الواحد لأربعة وبالتالي أنت عندك عشر أرقام بالهكسة بمعنى كده عندك رقم بالإيه بالبايناري معنى اللي عندك كام 40 صح ولا لأ وبالتالي لو جالي سؤال زي ده في الامتحان وبيقول لي مثلا الـ Content ده هو تقول لي العمليات اللي هتتم هعمل إيه أول حاجة هتعملها اللي أنت هتحول اللي قدامك ده هو لإيه لبايناري تمام طبعا إحنا عارفين طريقة اللي احنا نفكها للبايناري اللي احنا بنفك كل رقم لأربع خنات تمام وبعدين بشوفه وبيساوي كام بالإيه بالبايناري طبعا هنا هيبقى أربع أصفار الواحد هنفكه برضو في الأربع خنات ونشوف هيبقى بكام وهكذا بعد ما نفكه هيطلع لي طبعا بقى تتابعوا من إيه من البايناري ماشي أول تمانية بت هي الابريشن تمام هيطلع لك مثلا زيرو أربع أصفار واحد صفر واحد صفر أقوم مدور على الابريشن دي موجودة فين هنا بالزبط ندور هتلاقي ليها موجودة في اللود فنقوم حطين كلمة اللود يبقى حد فهم الفكرة المسألة تحلت إزاي فكناها للبايناري نرجع للشكل ده هو وتحنا كنا قلنا أول تمانية بت عبارة عن إيه الابريشن وبالتالي هيطلع تمانية بت بالبايناري هندور عليهم هنا تمام ونشوف ده مقابلها إيه هتلاقي مثلا اللود فهتكتب لود تمام والإتناشر البت اللي بعدها هيبقى المكان اللي انت هتروح تدور فيه طيب هل انت كده خلصت لأ انت كده خلصت الليفت انستركشن صح ولا لا طب قمال فين رحت الريفت انستركشن رحت فين يبقى لازم يكون في رايت انستركشن يبقى بعد ما تخلص هتقوم انت خلي بالك انت تقف هنا تمام عشان اتفقنا عشرين للليفت انستركشن وعشرين للايه للريت قيادة انت بتشوير على خمسة وبتقول لعشرين أيوة ما هو خمسة ولكن بالهكسة لما تحولها للبايناري هتبقى بكام هتبقى عشرين يبقى دهوت عشرين بت بالبايناري تمام وبالتالي انت قسمتها الأول عشرين لفت عشرين رايت اول تمانية من اول عشرين حددت بها الاكشن وقلت ان ده مثلا لود والاثناشر بيت اللي بعدها هو المكان اللي انت هتعمله لود ماشي طيب الجزء التاني بقى التاني عشرين اللي هو من اول الاثنين دهوت برضو هتفكر الاثنين من واحد وهتشوف هي كام بالبايناري هتشوف الابوريشن الايه الابوريشن كود هنا المقابل لها كام هتلاقيه هنا مثلا ستور طبعا انت لازم تفكروا بالبايناري وتشوف ايه ساوي كام هتلاقي اللي هو مسلا مقابل اللي هو ايه ستور طيب ستور ايه بقى ستور اللي هنا تمام ستور الكنتنط اللي موجودة في المكان ده يبقى حد خلاص اعتقد ان الموضوع هنا بقى ايه بقى واضح اكتر تمام وهنا في معلومة برضو دي ممكن تيجي كامسي كيو ان الساكن جنريشن الكمبيوتر بتشتغل على الترانزيستورز تمام وبس كده مش كده اه خلي بالكو الريجستر زايت هنتكلم عنها بالتفصيل انا برضو انا عارف اللي انا قلبتها انا عارف والله الحاجة اللي انا بقلبها بكون عارف اللي انا بقلبها عشان بقولها تاني قدام بشكل مفصل تمام اللي بقى ده هوت دي موجودة في في لكتر كام عشرة تمام اه هتعرفها اكتر و ايه تاني دي المومور فورمات اللي احنا اتكلمنا عن ايه بقى احنا دلوقتي الحمد لله غطينا كل حاجة احنا ايه انا ممكن يكون ما شرحتهش كويس قوي لو حدا برضو شايف ان فيه جزء انا ما شرحتهش كويس قوي او عدته بسرعة وعايزنا رجع عليه يقولوا ان شاء الله اعملوا